علي انت موشلت من ضمن الجهاز الفني انا انا تذكر انت طلعت محلل من ضمن الجهاز الفني او ما انا لم يكن اتصب بالجهازeks علي اولك ا говорят حقيقة وأنا صدقني أنا كنت أتمنى أتمنى وسام يسألني قبل توقيع عقدة للجوية كنت أتمنى هذا الشي لأنه لأنه أي مدرب يروح لنادي القوة الجوية هي عبارة عن خلاطة للمدربين مثرمة للمدربين هو النادي القوة الجوية حقيقة مثرمة؟ مثرمة بصريح العبارة أقول لك إياها ليش؟ يا كابتن أي بيئة صحية أنت رح تعمل بها بهذا النادي؟ أي بيئة صحية أنت كمدرب ببحدك تريد تعمل؟ شنو هي بيئة صحية؟ علي أنت ما أعرف أصدر لا تخبرني شنو هي بيئة صحية؟ شنو مثرمة؟ ليش أنت شنو؟ جاي توصف لنا هذا القوة الجوية ملعب عندهم شارع فلسطين موجود إدارة 7 مليار مدر 8 مليار ميزانيتهم شنو مثرمة؟ شنو ما أعرف؟ وضح أول نقطة أول نقطة لما يكون عندك لما الموسم الماضي يكون عندك هجرة جماعية من 15 إلى 20 لاعب ومن خيرة لاعبين العراق هذه أول نقطة فأنت محاسب عليها كإدارة نادي هذه أول نقطة ثاني نقطة لما أنت يطلع لأحد أعضاء هذه الإدارية ويقول أنا أدفع من جيبي أدفع من جيبي راتب المدرب فهي كارثة أنت كإثارة نادي شون تجيب لي فلوس؟ مو تطمي نجيبك فلوس ونسوي ليها من نية أنت شنو اللي استثمارت سويتها بالنادي؟ لما أنا أخلي رؤساء الروابط يتحكمون بي وأجي أنا بصريع العبارة أتكلم لك إياها أقول لك إياها بصراحة أخلي يتدخلون بعمل المدربين هنا هاي مشكلة أي مدرب بالعالم يقدر يشتغل؟ والله لو تجيب لهم قرد إلا لو تجيب أي مدرب بالعالم ما راح يقدر يعمل بهذه البيئة اللي أنت متوائي وغيرها يعني أسداي جاكوارد يقول لها القوة الجوية هم ينثرهم؟ طبعا ينثرهم العدوان وين شو الدربة؟ الدربة بهذا الملعب؟ يا علي صلي عن نبي الناس جاي يتحمل وسام رزق المسؤولية؟ وسام رزق يتحمل المسؤولية طبعا يتحمل المسؤولية اليوم أكيد يعني أنت لازم أول شي تسأل عن اللاعبين تسأل عن اللاعبين المحترفين تحسن من آداء الذهن والنفس لللاعبين أنت ما حسنت آداء الذهن والنفس لللاعبين اللاعبين اليوم دخلوا للمباراة منهكين منهكين ذهنيا ونفسيا ليش؟ ليش؟ ما يدعي نحكي به هسا علي ليش منهك؟ ليش منهك؟ اللاعب ليش منهك؟ ما متمرين؟ ما متغذي؟ مو بالتمرين مو بالتمرين مو بالتمرين أولا أولا من الضغوطات العالية للجمهور أنت أي لاعب يقدر لعب هذه الضغوطات؟ أي لاعب يقدر لعب يجد ضغوطات ذهنية من الجمهور هذه؟ ترجمة نانسي قنقر